اشتركوا في القناة اراد ان يسعدنا فبين لنا السبيل الى السعادة الطريق التي توصل الى الله والتي ينال بها الانسان السعادة في الدنيا قبل الاخرة هي التقوى فما هي التقوى وما حقيقة التقوى وما فضائل التقوى التقوى هي فعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي هي افعل ولا تفعل هي افعل الاوامر وترك الزواجر فهي في الحقيقة الدين كله هي انك ادير امور لك يبغي الله تعالى ويبغي الرسول صلى الله عليه وسلم وما اديرش الامور التي تغضب الله وتسخطه وتغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التقوى الباعث عليها ما الذي يدفع الانسان حتى يكون من المتقين هو الحياء من الله ان يراه الله تعالى حيث نهى وان يفقله حيث امره وهذا جماعها فالله سبحانه وتعالى هذه البواعث رزق منه سبحانه وتعالى حياء وخوف ورجاء ووجل واخبات كل هذه البواعث هي التي تعيننا جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا تعيننا ان شاء الله تعالى بمن الله وكرمه ان نكون من المتقين وقد قال الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين يقول صلى الله عليه وسلم وقد سئل من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا من اكرم الناس كن اكرم انسان فقال صلى الله عليه وسلم اتقاهم لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه التقوى كما ذكرت لها فضائل لها ثمارات لها أمور يجدها الإنسان في حياته الدنيا قبل الآخرة فالتقوى هي خير الزاد لقول الله تعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى ما الزاد الذي ينفعنا في الدنيا قبل الآخرة هي التقوى ثم ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المتقين هم المفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون فمن أرد الفلاحة وأرد النجاحة وأرد السعادة وأرد السؤدنة وأرد الفوزة وأرد خير الدنيا والآخرة أرد أن يكون سعيداً مع نفسه سعيداً مع ربيه سعيداً مع رسوله سعيداً مع الناس عموماً حتى مع البيئة مع العجماوات مع البهائم مع كل شيء شيء عليه أن يكون من المتقين وسيجد ذلك لأن الله لا يخلف المعاد ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى المتقي هو حبيب الله المتقي ولي الله فالله ولي المتقين وهذه تكفي أن يكون الإنسان المتقي هو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أتدرون ماذا قال الحبيب المصطفى يا كرام قال الحبيب المصطفى وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله حق الله وحسن الخلق وحق الخلق تقوى الله وأندج جانب الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى ثم إن الناس بعض الناس يشكون ضيقا وهما وغما وكربا أتدرون العلاج الأنجع الدواء الشافي الجواب الكافي الجواب الكافي والدواء الشافي في تقوى الله قال الله في آيات عظيمات ومن يتق الله يجعل له مخرجة وجاءت نكرة لأن أبواب الخير موسعة مفتوحة غير موسدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعلمه سبحانه وتعالى ثم ماذا ويرزقه من حيث لا يحتسب من أبواب لا تظن أن الرزق يأتي منها فرزق المرأة هذا رزق وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه فالرزق الذي هو باب من أبواب الخير وسبيل من السبل التي تنال بالتقوى يقول الله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب التقوى مخرج وفوز ومعية ويكفي هذه الآية لو لم يكن في التقوى إلا هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا هذه المعية معية خاصة وليست معية عامة معية خاصة وهي معية النصرة ومعية المحبة ومعية التأييد من الله سبحانه وتعالى كما يقولوا سعدات الإنسان سعدات هذا الإنسان اللي يكون في معية الله وفي كنف الله وفي رعاية الله وفي رحمة الله أولئك لخف عليهم ولهم إحزن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين وجميع العالمين من المتقين لرب العالمين سبحانه وتعالى إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته